مدينة الخميسات عند الأسية سلام عليكم عليكم السلام الأسية مرحبا مرحبا تفضلي أسية تفضلي كأن سمعوك عندنا واحد المشأتين مع الزيران دينا واخل الموضوع بعيد شوية أنا كنسمع دابا البرنامج أي البرنامج ماشي ديال اليوم ديال الزازواج نعم مهم أنا كنتعرض لك الوعكة صحية أه ودك الجيران دينا ملي تعرض لك الوعكة صحية نفسية نفسية قطعوا معنا بابا عام هدا باش قطعوا معنا شنو السبب معرفت السبب السبب عش تخاتمتو عش تقاطعتو مرعبوش قالوا نفسيا ماشي مرض ماك شنو جابلي مضامن افتر حنا محنيرين دابا شو مجرد وجهك وجهو ما تتذرش معاه متواسي ما تكلش معاه عكتين حتعل السلامة حتعل عداجة فشكل وجهك وجهك لا لا اسي الله يجهك بخير بغيت نعرف شنو السبب السبب هو تلك تعرضت نلوحكة صحية اي السبب هو المرض ديالي اي المرض ديالي كان نفساني واخا هاد المرض نفساني كانت شي اعراض كتبان عليك شي حاجة وهم شافوا شافوا وهم ديال اعراض شنو قالوا معا بشوهي الطبية ودك شي قانونيا اها ماذا وش جيرا تقطعوا معنا في النوضة يعني واش واش من خلال المرض ديالك عاملتي معاملة سيئة وهي من نتيجة المرض ديالك بلا إراتك ومن تابه وش واشنو ما عادي يراك عارف المرض نفسي عندي اكتئاب اي وهم دبع انتي عندك اكتئاب وهم نقاطعوا معاك بالنسبة لي هم انتي يواجه شاطني قسم الخد ما شافوا ما عرف شنو شنو نية شنو هي ما عرفتش تحاشاو التعامل معك وصافي انا ما انا للا اسية ما نظنش انه يكون هذا هو السبب الرئيسي ربما كنا لا ما كنت سبب حر ذا ما شي شي غد فعل ولا ما عرفتش واش خافو يكون شرد من النار شيرد انا نجرب شي حاجة شي تصرفو ليهم واش خافو المرض النفسي واش خافو ما عرفش ما عرف الامراض النفسية الامراض النفسية للأسية على حساب الحدة ديالها ما عدي لانتقلت لدرجة الامراض العقلية اللي كيف قد فيها الانسان العقل وهذه ما المرض النفسي قدر يصيبني انا يصيب كمتي يصيب سيلباش يصيب أي واحد هذا أمر طبيعي بحل كي تجيك عيلة عضوية ممكن يصيبك مرض نفسي وهذا طبيعي زعمة ما ما كينش لاش الناس غادي تبدأ تخاف من هاد المسألة هذه أو لا لا طيب للا أسية غادي نجاوبك إن شاء الله واخ أنتك تسمعينها عبر التلفاز شكرا لك أسية مستد كريم الناس اللي تيقطعوا ربما تيقطعوا العلاقة هكذا بغتاء وفجأة بدون سبب أسية الآن لأنها ونسا نفهم الحالة دي الله اللي يكون في العون إنها حالة اكتئاب وقد تحسب واحد نوع من الإحباط بالنسبة لها خلص يكون واحد الالتفات لأن كين واحد لا تيرابي كين واحد العلاج اللي هو العلاج الأوسري نحن كنا نتكلم عن الأسرة اليوم هالتيرابي فاميليال هالالعلاج الأوسري الضور دياله هو ذلك التكتول للأسرة التفاف حول المريض اهتمام به إنه كيشعروا بالاهتمام وكيشعروا بأنه بالفعل ممكن أنه ينتاج ممكن أنه يقدم شيء للأسرة إلى آخر وكيقدمونه الدعم النفسي وكيسمعونه وكيقلسوا بها يحاولوا يغيرونه الجو الجيران على حسب للأسرة واللي في العمر ديالها هي 60 سنة الأكيد هي من الجيل الأول والجيل الثاني اللي بالنسبة له الجورة مهمة هذا الجار اللي تعود الأخ نعم ذيك الجارة اللي كتعود لها الأخت نعم اللي كان كما تقوله كان ديك لقلسة ديال الصينية كيقلسون الناس والصينية عندها أبعاد أبعاد اجتماعية دعا انتروبولوجية فيها الحكايات وفيها ديك الصينية كيتعودوا عليها بزيب دي الحويج اللي تقولك تيتهاودوا حسب بعض المناطق ويما عن الترحيب تماما فيها المحبة فيها الترحاب فيها المشاكيل أجي وفيها فيها الإصافة فيها تخلقي في النام فيها أجي نقلسوا على شي بالردية هكا نعم إذن هات سيدة للأسية تتحس واحد نوع من الإحباط في نظرك كيفاش ممكن نخرجوه من هاد من هاد الحالة هادي على غرار للأسية كيفاش تتحساهم الجيرا الآن نرجعو بغوكي ما تنقولوا اللي تنقولوا احنا بالدرجة بغو يشدوا التقار ديالهم بغو يشدوا التقار مو لكن بالمعنى العوج معنى الخطأ حي التقار بش التقار هو توقف مع جارك في الأزمة هذا بش الوقار ديالك التقار الوقار الوقار بش كون وقور نيت ووقف مع جارك ودخل أزمة مسكين مرض مرض اللي هو محتاج فيه كل احتياج إلى من يسانده ويقف بجانبه يستمع إليه هذا هو الواجب هذا الجار واجب الأهل ومن لولي بعد الزوج أو الزوجة أو الأم والأم والأبناء واجبهم إنما يلتفوا حول مريضهم يلتفوا حول مريضهم لينصروه على مراضهم لأن ما يخلوش يستسلم إلا نعازل وعزلوه مش نعازل عزلوه نعم يعني فرزوه للمرض نعم الفرز نعم فرزوه 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 عزلوه عزلوه ومن اللي يعزوه يفترسوه مرض لأنه يستسلم إلى كل أوهام كي يواجه المرض بوحده لأنه يعاني من الحزن وخاصة لا شيء يواجهه كي يقول لي كنا بضع تنادي وأقرب الناس اللي يخلوني في أبسط حاجة ماني كنقسل ماني ماني في أجدام نعم فيصبح كل الرسائل سلبية وتدميرية كي سيفطها هو النفس الضمار وهنا كي يبلي المرض كي يعشش فعلا النيت وحتى لا تشافه كي تشافه حقد على الآخرين وليحتاج لكم ما لقيتكم نعم ويتشافه حين تنتين نهار غادي تحتاج للإنسان غادي تحتاجه في القتل اللي ربما أنت مصاب وانت عندك مشكيل وعندك علة وتحتاجه في وقت شدة أما في وقت الرخاء رأي كل شيء موجود قال لك الأصدقاء في الرخاء يكثر وفي الشداء دي قلة صحيح أما الصاحب أو الجار أو الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة رأي فوقت والإبل تصور حتى الإبل وقف مع بها فوقت شدة مثل مثل أب ميتها بسرط الأب خدام وكيشو على نار تخرج من الخدمة كيف تقلت الأعوزات تقلت المنف وكيشوف وولده أو أولاده مبقوش يكلفوه فوق الطاقة وبنات وقع في إزمة نعيشوها جميعا معه والله يكبروا في عينه كيشفوا بالخانب والسند دياله وتيقووه أما ملكي يقول لي أنه ما بقي لأشكي كناول فيدمره ويحبطه نعم إن شاء الله طيب نرحل إلى مدينة الرباط عند ناديا تسعودو خمسين سنة لناديا سلام عليكم ناديا مرحبا طيب ننقطع المكالمة نواصل دائما وإياكم مشاهدين الأفضل في برنامجكم ما خابة ما نستشار مرحبا بمكالمتكم الهاتفية طيب أستاذ الكريم نرجع لسي فؤاد كيفاش ممكن سي فؤاد أنه يتصرف من بعد هاد السلوك الغير لائق من الزوجة وهي تعرف تقول لك بالفعل أنا إحنا وقع بينتنا خصام ولأول مرة توقع خصام بهذه الطريقة ولأول مرة من جهتي يعني كان نرجع الكلام وكان نغوط عندهم ثلاثة دي الأبناء الزوجة طبعا هي في المجال دي التعليم وتقول لي أنه نوع من هي شديدة وقاسية قاسية مع الأبناء ديالها لأن أصلا كانت تعاني من المشكلة دي التفكوك وسري الأب ديالها تهي كان هرب على الأم ديالها وهرب عليهم إلى أخي دي وكتعاني وكتعاني وما بقى لأنه عند ضعف ونقص ثقة بالرجال وفيما سابقا عن المشاكل الأوسعي الداخل بعد أن تكون طالقوا العلاج حتى لكبروش لأولاد حاقلين على الأوسرة المستقبلية ديالهم البنت حقد على الرجال والولد حقد على الإنات ونقص ثقة بالنهاية تقول لك شوف هذا لما دمر هل تضارف سميته وزيته الرجل لماذا لماذا تطلق في العيالات تراجل يبقى في داره الأبسط سافة طلق طلق لأش تصرف العاطفة وشي ما هذا القابل وعدم تقدير العواقب هالطلاق من ناحية الناحية الاقتصادية اللي كتحك الراجل بززاف كيخمى منها بشي ببقاش هو يتصرف الطلاق أو ينصرف إلى الطلاق هاد السيد رأى دارها بيتها خرجت منها خرجت من اللي بيت ديالها ولكن واش هو عنده يد وكي يبقى بيت الزوجية وكي يبقى بيت الزوجية وكي يبقى بأنه والإصلاح والإقاد وخي يصلاح وخي يبقى بيت ديالها وخي يصلح بيه أكمله وخي يكون عمر طوب وكي يبقى بيت ديال اسميته هنا الإهانة اللي يوصل لها هاد السيد فؤاد كيفاش ممكن أنه الآن يتصرف لأنه صراحة هو أنا أسأل سألني سؤال مشي محرج ولكن سألني سؤال اللي ما يمكن ليا شا نجاوب جاوب مباشر قلك فالحالة شنو ندير واشن مشي نطلق ولا نتفاهم ولا طلق اتفاقي ولا هو عنده الفكرة ديال الطلق واتفكر في الأبناء أكثر شيء قلك أو ديال اللي صعيب عليها ووكينين ولدات اللي بقين شوية صغار صعيبي عيشوا مع الأم ديالهم بوحدها لأن الأم صعيبة هو صعيبي عيشوا مع الأم ديالهم ولكن هو رجع للطار أرى هذك البيضات هرست ديال الطيقة مش بقي عيش معاو تيقى نرى الطيقة نرى الطيقة نرى الطيقة نرى الطيقة نرى الطيقة نرى الطيقة وغيره حسب رسمي دلولي عيره دار هو مكوش تدخل قصمغات مغيره نرى مكيصار الشخصية دياله هدم داخلي واخر يرجع نعم كيف قديمة لك السلطة ديالها هي أنها أنها رهت نزريع لك كيف بغيت ومضيح قصمغات أنا السيدة وهذا يضر الأبناء نعم البلون اللي خايف عليهم مرهم كيريبوا فهذه مسألة وكيف قد أتقى في الزواج بالمرة خاصة إذا كانت شخصية صعبة العشرة يعني زوجها متسلطة أو عنيدة هو كان وحد الصحابي عند رأسه وصلاة وقال لي رأسه وقال لي رأسه وقال لي رأسه وقال لي رأسه قال لا لا بعدي منه فإنه لا يضع وعصاه نعم عصاه وفيد ورأك يضرب بعدي منه نعم ما يليقشلك رأسه وصلاة السلام اللي هو صعب العشرة رأى 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 ممكنش تعيش معه رأى أخي أخي يقول للك رأى الوالدين وصعيف تعيش معهم ولا كانوا شديد يقع صحي بزاة في العشرة نعم تعيش معهم أه وكتبروا كل شي ولكن طلب الله يسقوك القوة دي الصبر وإلا بوه ذكرتا نهار لا يمكن والأم كل أم اللي والدين ما يقدروش يستمروا في العشرة مع هذا الولد نعم ما يمكنش كل يسيف طول الحبس كل يجدروا عنه كل ممكن هذا الولد رأى أمي الليقش نهائيا